اشتركوا في القناة 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 متاحة اشتركوا في القناة 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 ستقال نقدر بطريقة حتى مرات عفوية نسوق لعملنا صح ولا لا ففي ناس بتواصلوا معك وبتاخد ديلز معينة 100% اليوم الشباب المقدم على العمل وله اللي حابب كمان يعني يطور من نفسه وظيفة أخرى مين أفضل شيء واللينكتين تحديداً أدي أساسي هاللينكتين اللي عم بحث على الوظيفة بده يخلق فيه حساب أول شيء الحساب هذا لازم يعكس كل شيء هو سواه حتى لو هو تطوع في مجال معين أذكر هذا الأشي لينكتين مش محصور بس كل شبكة تتواصل مع بيونست ناء الـ CV تبعتك اليوم ما أصبح محصور بس على شهادتك الجامعية بالعكس إذا أنت روحت متطوع في مكان معين أو عندك شغف أو حتى أنت اشتغلت في مطعم هذا يعتبر خبرة لأنك أصبعت عندك مهرات اتصال فمن هذا الأشياء كلها وهذا يهتح لك بواب في المستقبل يعني أنا تصديقا لحكيك من خلال أنا نشاطي على شبكات التواصل الاجتماعي وتحت لي فرص مع جهات مؤسسات مختلفة خاصة وحكومية اتصلوا فيي احنا عرفنا أنك أنت بتقدم هيك محتوى وسألنا عليه فحبين التواصل معك تعطينا مثلا ذوة تدربية في هذا المجال أو استشارة في هذا المجال فالحكي صار من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يعني لازم نختم بس سناب شات للأسف يعني أنا كنت واحدة من المعارضات لإلوكتية لأني كنت مفكرة دايما بس إن الواحد بطلع بإعلان ولا يعني واحدة إجت لها هدية ورد بطلعت يعني تتغنى فيه أو غيره هل بقدر الواحد يوظفه أيضا طريقة إيجابية لأنه يعني للأسف مسموعاته سلبية إنه هو فقط للدعاية والإعلان يعني مزبوط ولا لا؟ أنا أكون معك صادق من الشغلات اللي بنصح فيها لن بدك تفتح حسابات على السوشال ميديا اختار شو الشبكة اللي بدك إياها ما تفتح حسابات على كلهم على يوتيوب وعلى تويتر وعلى فيسبوك وعلى سناب شات أنا اخترت تويتر فيسبوك وإنستغرام قادر أني أسيطر عليهم قادر أن أقدم محتوى مفيد من خلالهم أتواصل في أنا مع أصدقائي فإلى يومنا هذا أنا قبل ثلاثة أيام عملته بس قبل ثلاثة أيام عم يدفعوني أفتح حسابات على سناب شات بس أحاولها خليني مسيطة على هدول أمان أنا بتخيل سناب شات إنه ممكن برضو يعكس حياتك اليومية حتى تكون أنت أقرب لناس خصوصا إذا كنت يعني محصية بس والله بتكون طريقة في كثير الأحيان مبتدلين فيه اختراف كبير على فكرة هو الخصوصية سناب شات طبعا إله خصوصية معينة إله سلوك معينة برضو مثلا يعني فيه ناس مثلا بيفكروا إذا بدي أحكي مثلا عني وعنه أنا فيه ناس فكروا نحيات المزيعين أف شو فانسي أف هما كيف عايشين وكذا ترفيئ سلبيك إذا انتو مشاهير يعني الواقع بيكون مختلف يعني الواقع بيكون مختلف إحنا طبيعي من يجي مطلع الحلقة من روح على البيت من نتغدى من ناك ومن نزل عسو الحياة طبيعية ففيه كتير ناس برضو مثلا للممثلين خلينا نحكي للشخصيات نحكي سياسية الكبيرة فيه عديد من هون كمان صار عندهم حساب لسا هذا والله بس تواعبوا شاهد هذا بس تواعبوا بس انتي عارفة هلأ صار يعني تسلع الفتاة فلذان الشخصية العامة صحيح أنا والله أنا بدي عندي محل كنافة وعندي محل حلويات بدي أمل لدي يعني صحيح عرفتي مجموعة صحون أنا كيني ويسلعني صحيح أنا هذا يمكن أنا جندرية فاعل أمور شوية إذا تسمحي لي أحكي شغلة أنا أسوأ أسلوب دعاية كمان صحيح هناك ناس للدعاية والإعلان أنا من وجه شركات متخصصة في دعاية والإعلان هذا موظيفتهم ليس الموزيعة ليس المسمحة على الإعلامية ليس الممثل ليس المغنم تختلف موديلس للدعاية والإعلان أحترمهم صحيح ما عندي مشكلة أعتقد أننا كناس عاديين كأفراد من المجتمع مهما كان موقعنا إذا بدنا نستفيد من التواصل اجتماعي عن شغفك شغفك وهو الأشياء التي تبثيه اهتمامك وهي ممكن أن تعطيك طاقة كبيرة تستثمر في المجال هذا عبر عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحيكون هذا مش مفتاح واحد مفاتيح عديدة لكي تفتح لك بواب كثير صحيح رائع فعلياً نساعدين فيك والحديث فعلياً للمال وفعلياً على هذه الأرض ما يستحق الحياة شكراً لك شكراً لك شكراً جزيلاً زيادة باروني أهلاً وسهلاً فيك شكراً شكراً جزيلاً شكراً بس الآن منطلع يعني مستعجل أنت أحب أن تندردش حق بالبريك مشاهدينا وفاصل ومنرجع لحضراتكم شكراً